السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله إخواني وأخواتي مشاهدي ومشاهدات قناة مكافح الشبهات وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة عما فعله وزير الثقافة السنغالي السابق وكيف صدم الجميع وزير الثقافة السنغالي السابق أمادو تيجاني وون تخلى عن عضويته في وسام جوق الشرف الفرنسية وقال إنه لا يتشرف أن يشترك في نفس الجائزة مع المجرم الهالك سمويل بتي الذي عرض الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم بعدما قتل هذا المدرس المجرم كرمه الرئيس الفرنسي ميكروب ومنحه هذه الجائزة بعد مقتله يقول الخبر دفاعا عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام وزير سنغالي سابق يعيد لفرنسا وسام الشرف يقول الخبر أعلن الوزير والسفير السنغالي السابق أمادو تيجاني وون الجمعة تخليه عن وسام جوق الشرف الفرنسي ووضعه تحت تصرف السفارة الفرنسية بداكار وذلك من أجل شرف النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأضاف وزير الثقافة السابق في رسالة بعث بها إلى الرئيس الفرنسي إمنوي الميكروب أنه لا يتشرف بأن يتقاسم نفس الوسامي مع سموئيل باتيه المدرس الذي نشر صورا مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم لأسباب عميقة ومقدسة متهما ميكروب بالسعي إلى تحويل المتهورين إلى أبطال وأهم ما قاله أمادو تيجان هو هذا الكلام وأكد أمادو تيجان أن الدفاع عن الجناب النبوي سابق بالنسبة له على ميزة غرور مؤقتة فأنا مسلم وأردد الشهادة يوميا عدة مرات والتي تؤكد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أولا عجبني جدا وصفه للمجرم من هالك سموئيل باتيه بالمتهور مع أن هذا الوصف قليل لما اقترفه هذا الهالك في حق سيد البشر عليه الصلاة والسلام لأن من يسيئون إلى نبينا عليه الصلاة والسلام لا يستحقون كلمة ثناء واحدة مما يردده الإعلام الغربي والعربي وكذلك أعجبني قول الوزير السابق الدفاع عن الجناب النبوي سابق بالنسبة له على ميزة غرور مؤقتة هذا الكلام هو ما نريد ممن يصفون أنفسهم بالنخبة أو المثقفين العرب أو حتى حكام العرب أن يفكروا فيه الدفاع عن الجناب النبوي أولى وأهم من أي ميزة غرور مؤقتة كل شيء من مناصب الدنيا زائل ليس المنصب فقط هو الذي سيزول بل صاحب المنصب نفسه سيزول وسيرحل عن الدنيا ولن يتبقى له إلا عمله فقط كل المناصب تتركها على باب القبر كل الجوائز الدنيوية يتركها العبد على باب القبر كل أموال الدنيا التي جمعتها سواء من الحلال أو الحرام ستتركها على باب القبر حتى أولادك لو كتبتلهم في وصيتك أنهم يضعوا أموالك معك في قبرك لن يستجيبوا لك وقتها سيتمنى هذا المثقف أو هذا الحاكم أن لو وقف في صف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفضل عليه منصبا دنيويا زائلا يقول الوزير وهو يخاطب الرئيس الفرنسي ميكروب إن هذا الاقتناع يعطي معنا لكل الأفعال التي يقوم بها المسلم يوميا وفي جميع الظروف يجب أن أقول إن كل تنفس نقوم به هو تعظيم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأن نظراتنا الفانية تمصح أفق الحياة الأبدية بالإيمان واليقين والثقة لذلك نحن لا نعيش في نفس العالم أيها المكروب قناعتك كمسلم أن الدفاع عن الجناب النبوي الشريف سابق على ميزة غرور مؤقتة يعطي معنا حقيقيا لكل الأفعال التي يقوم بها المسلم يخي هذا الكلام والله ذكرني بكلام الحسن البصري رحمه الله مسألة تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم ليست مسألة محل خلاف بيننا كمسلمين يجب على جميع المسلمين أن يتخذوا جميع السبل والوسائل المشروعة لصون جنابه عليه الصلاة والسلام عن الغمز أو اللمز ومن يقصر في هذا الباب فهو محاسب أمام الله عز وجل يوم القيامة رب العالمين سبحانه وتعالى منع الصحابة من مجرد رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رفع الصوت عنده صلى الله عليه وسلم من محبطات الأعمال كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم أنتعرفين إيه سبب نزول هذه الآية الكريمة؟ في صحيح البخاري يروي بسنده عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك من الخيران؟ أبو بكر وعمر كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع وأشار الآخر برجل آخر فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي يعني أنت كنت عايز تخليفني بس فقال له عمر ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما في ذلك فأنزل الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية قال ابن الزبير فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه شف أبو بكر وعمر الخيران رضي الله عنهما علت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ومن بعد ما نزد هذه الآية كان سيدنا عمر بن الخطاب لما يكلم النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفهمه يقوله بتقول يا عمر ارفع صوتك شوي من كتر ما سيدنا عمر بيخفض صوته تنفيذا لأمر الله عز وجل بعدم رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الله عز وجل يعلم أن هذا الخطأ غير مقصود من أبي بكر وعمر خاطبهما بقوله يا أيها الذين آمنوا وعلمهم سبحانه وتعالى أدب التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني مجرد رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم ممنوع فإزاينا تعمل مع دولة تعلن عداوتها الصريحة للإسلام وعداوتها للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرخاوة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كلمة هذا الوزير السابق في ميزان حسناته ويكون فعله هذا درسا لجميع الإعلاميين والسياسيين لا تنسوا حملتنا في مقاطعة البضائع الفرنسية مستمرة بإذن الله ولن نتوقف عن هذه المقاطعة أبدا وسنكبت فرنسا وشركاتها أعظم الخسائر حتى يرجعوا مرة أخرى هذا وبالله التوفيق والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة